رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الشكرة والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه على الرعاية الفائقة التي يليها جلالته أيده الله للقطاعين الشبابي والرياضي في المملكة جاء ذلك كما أشهد سموه بتوجهاته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لاجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأعضاء وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالإنجازات المتعددة التي تحققت للرياضة البحرينية خلال الفترة الماضية في مختلف الرياضات والتي تؤكد الدورة البارزة للهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة من خلال تقديم التسهيلات المتعددة للمشاركات الخارجية التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات متطلع أن سمو أن تواصل الرياضة البحرينية تحقيق المزيد من النجاحات في الفترة القادمة إضافة إلى الزيارات الميدانية التي يقوم بها سمو للاتحادات والأندية مشيرا سمو إلى أن هذه الزيارات ستساهم في تحقيق العديد من المنجزات للاتحادات والأندية وبرك سموه تتشين غرفة لفض المنازعات الرياضية مؤكدا سموه بأنه يوم تاريخي في طريق الاحتراف الرياضي مشددا على البدء في العمل عمل الغرفة حيث سيكون دورها في تعزيز قيم الاحتراف الرياضي والمساهمة في تطوير منظومة الرياضة في المملكة وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كما برك المجلس الأعلى للشباب والرياضة تتشين تطبيق برنامج المستشار الذي يمنح الشباب البحريني فرصة المشاركة في وضع الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية المختلفة ما يعزز دور الشباب البحريني في تقديم الأفكار والمقترحات موجها سموه لمتابعة المشاركين النشطين المستخدمين للتطبيق لوضع الحلول الإبداعية واطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على تتشين اللجنة العليا لتمكين الشباب موجها سموه باعتماد اللجنة الوطنية لتمكين الشباب كما استعرض سموه مع أعضاء المجلس آخر مستجدات برنامج لامع الذي يهدف إلى اكتشاف وصقل وإبراز مهارات الشباب والعمل على اختيار النخبة المتميزة ووجه المجلس والهيئة العامة للرياضة بمواصلة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن المنشآت الرياضية والصلاة التابعة للوزارة وصولا إلى تحقيق المدرسة الرياضية النموذجية لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها تمهيدا للانضمام إلى المنتخبات الوطنية كما استعرض معالي الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة مشروع كتاب مئوية كرة القدم البحرينية الذي وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد سابقا بالعمل به سعيا لتوثيق مسيرة كرة القدم البحرينية خلال مئة عام تأكيدا للرياضة والعراقة وحفاظا للتاريخ ووفاءا للأجهال التي تعاقبت على صناعة الأمجاد للكرة البحرينية اشتركوا في القناة